وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتطول شبكة الطرق الداخلية بمحافظة الفيوم مشيرا أنه من الملاحظ أن محافظة الفيوم تحتاج إلى مزيد من الاهتمام بالطرق الداخلية وخلال اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة توجه مدبولي بالتهنئة للفلاح ومزارع مصر بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الفلاح والذي يوافق التاسع من سبتمبر وخلال الاجتماع أكد مدبولي أن مجمع تحية مصر الخدمات الحكومية بقرية سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح يمثل نموذج رائعا للشرافة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص